السلام عليكم كل سنة وانتو طيبين وبنسبة سنة الفين تلاتة وعشرين كل سنة طيبين وبصحة وخير جابلكم في الفيديو ده فيديو مختلف جدا ما فوش روتينات ولا طبخ ولا اي حاجة من انا بعملها في القناة ده فيديو مختلف ده كده جابلكو هدوم شتوي زي ما انتو شايفين كده اخر صيحات الفين تلاتة وعشرين بالاسعار كل حاجة مكتوبة عليها سعرها وفساتين سواري زي ما انتو شايفين معي دي كده شكل فاساتين السواري اخر صيحات الفين تلاتة وعشرين زي ما انتو شايفين كده طبعا للي عنده صهرة وعنده خطوبة عنده بيحدر فرح طبعا بيروح يشتري الفاساتين دي فطبعا يعني ما يكون الفستان ب1500 جنيه الاسعار مولع نار زي ما انتو شايفين كده بس الالوان جميلة وطبعا دي ازواء وده ب1300 جنيه كده زي ما انتو شايفين وبعتذر يعني عشان الخيالات اللي طالع في الازاز ديت عشان طبعا احنا كنا بالنهار والجو شمس فكل الناس اللي ماشي ورايا الخيالات بتاعتها طالع في الازاز بس انا بحاول كده اقرب الكاميرا زي ما انتو شايفين كده والفستاني القطيفة ده بتسعمية وتمانين جنيه شايفين شكله شيك جدا كده وسيمبل بسم الله ماشاء الله بحاول كده اقرب لكم كده على قد مقدر اللي انا بصوره ده فوق في الدور التاني آآ فطبعا الكاميرا مش جايبها يعني قوي زي ما انتو شايفين كده بس الالوان الجميلة دي الاحمر والكحي بحب الالوان دي الهدية دي والكافيه زي ما انتو شايفين طبعا الكاميرا مش مش مقربة قوي بحاول كده ان انا اقرب لكم الكاميرا بقى على قد مقدر زي ما انتو شايفين كده الوان جميلة بجد ورفستان شكلها حلوة جدا بس الاسعار مولعة زي ما قلتلكم خليكم معي ما تخرجوش من الفيديو عشان جايبها لكم كوليكشن للهدوم الشيتوي بجد بجد هيعجبكم اخر سيحوط 2023 ان شاء الله تشوفوا الفيديو ما تنسوش تحطوا لي اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل كلمة حلوة منكم كده ترفع روحنا المعنى وياه في الفيديو زي ما انتو شايفين كده كل حاجة عليها السعر بتاعها آآ هنا كده بقى هدوم الخروج زي ما انتو شايفين كده ده كده طقم ممكن يتلبس على بانترون بخمسمة وخمستاشر جنيه ده طبعا آآ يعني كل حاجة هي الاسعار بتاعتها مكتوبة عليها زي ما انتو شايفين كده انا بقرب لكم كده الكاميرا عشان اجيب لكم كل الاسعار دي فستين بقى شيتوي كده والوانها جميلة بجد يعني الفستين بربعمية تسعة وتسعين جنيه يعني بخمسمة جنيه ده بستمية وخمسة وربعين جنيه انا يا جميع مش مستغربة من الاسعار دي لان انا كنت بشتري من كام سنة الفستين من المولاد دي بخمسمة جنيه فعلا يعني من كام سنة فطبعا دلوقتي في الغلاء اللي احنا فيه اعتبر الاسعار دي حلوة عايز اقول لكم على حاجة تانية اني احنا بنشتري الهدوم غالية فعلا الغالي تمنه فيه مش مهم ان احنا نشتريها غالية ما نزعلش طبعا لان الغالي احنا عارفين طبعا اللي مجرب وبشتري هدوم غالية بيبقى عارف اللي بيروح يجيب هدوم اي كلام بتبقى رخيصة بيلبسها لبسة والتانية وخلاص على كده انما الهدوم الغالية دي غسيل ولبس بصراحة وعن تجربة انا معايد ريلاد بقالها خمس سنين وست سنين وكنت جايبها بربعمية وخمسين جنيه وخمسمائة جنيه ولسه وقدات زي ما هم وبالبسه ومبانزل بيهم وما حدش يقول عليهم انه دول بقالهم خمس سنين تمام كده هي دي الفكرة اللي انا عايزة اوصلها لكم ده كمان بخمسمائة خمسطاشر جنيه انا بحب الحاجات الطايجر والحاجات اللي عاملة زي النمر دي والمقلمة كده بصراحة الالوان الشتوي السنين دي جميلة جدا زي ما قلتلكم دي كده اخر صيحة لالفين تاتة وعشرين يعني ده الجديد بتاع السنين الجديدة اللي هتبدأ كل سنونت طيبين وطبعا جايبها لكم لسه اسعار الشوزات ويعني ومدلعاكم جدا في الفيديو ده وخرجت كده بقى اخيرا من البيت اخيرا خرجت من البيت واول ما خرجت قلت لازم اصور لكم الفستين الحلوة انا ما كانش في دماغي والله ان انا هصور الحاجات دي بس لما شفتها حبيت كده ان انا يعني اعرفكم كده يا اخر صيحة الموضة بتاعت الفين تاتة وعشرين اللي لسه نزل زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله وكمان جيب هنا والدريلات اللي هي قطعتين دي لزي ما انتم شايفين كده طبعا دي ازواء للمحجبات وكمان للناس اللي هي بتلبس بناطيل زي ما انا قلت لكم كل الازواء كده شفتوها زي ما انتم شفتوا معاك ده في الفيديو كمان هنا كده جيبتلكوا اسعار الشوزات دي يعني كوتشات الكوتش بميتين جنيه او بميتين وخمسين جنيه في كوتشات بمية وسبعين جنيه تحت اهي زي ما انتم شايفين انا بحاول قرب لكم الكاميرا عشان كل الاسعار تبقى ظاهرة معاكم اه يعني من غير ما اتكلم على حاجة حاجة وقول لكم سعرها ايه يعني زي ما انتم شايفين كده وفي الصف اللي فوق ده اي كوتش بمية وعشرين جنيه بسم الله ما شاء الله شكلهم حلو يعني بجد وسعرهم حلو مية وعشرين جنيه ومية وخمسين جنيه الجزمة اللي انا بشاور لكم عليها دي عجباني جدا لانها خفيفة كده ما بتيجي تتلبس بتبقى خفيفة خالص في الرجل ومش محتاجة رباط ولا لازل ولا الكلام من ده طبعا انتم عارفينها اه طبعا انا بشاور لكم كده على الحاجات اللي جوا دي بقول لكم ده سعر موحد دي بقى البوتات اللي طلعها السنائي دي زي ما انتم شايفين كده انا حاسة ان البوتات دي يعني موضة قديمة ويعني بقى ليه كم سنة بشوف نفس الشكل ده ما فيشوفتش جديد دي بقى كل الوانها وكلها سعر موحد بمتنوا خمسين جنيه زي ما قلتلكم ومنها الاسود والبني والبيج والكافيه اه الكحلي والجملي زي ما انتم شايفين كده كلها مكتوب عليها امتنوا خمسين جنيه سعر موحد للاي بوت انا بصراحة جبت البوت قبل كده ما انفعش معي خالص فانا بحب بلبس الحاجات الخفيفة اللي هي الفلات دي اللي في الرجل ما قدرش امش باي حاجات تتعبني وزي ما انتم شايفين كده معي بحاول كده اجيب لكم الحاجات اللي فوق بس طبعا علي علي يعني كو كمان اصعار الجزم زي ما انتم شايفين كده اي جز ما بميك جنيه يا بليش اي جز ما بميك جنيه يا جماعة وجد جزم خفيفة يعني يعني طبعا المحلات دي اي حاجة بتجيوها من المحلات بتبقى طبعا حلوة عن طبعا الناس اللي فارشة في الشارع والكلام ده ودي زي ما انتم شايفين كده اي جز ما بميك جنيه وفيه بمية وعشرين بمية وثمانية لا ده بمية بمية جنيه وبمية وعشرين زي ما انتم شايفين كده بحاول كده قرب لكم الكاميرا عشان كل الاسعار تظهر معيكم ما تنسينيش في اللايك بالله عليكم فرحوني بقى عشان ده فيديو بقى لي كتير ما عملتش فيديوهات ده فيديو جديد بقى مختلف زي ما قلتلكم حطولي اللايك وكلمة حلوة كده من انكم بترفع روحي من المعنوية طبعا اصدقاء القناة لو مخرجوش لحد دلوقتي يعملوني المشاركة للفيديو ده بحب اشكركم جدا واتمنى بتنسوش